قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلة النقيب تنه محمد وأسرة الجيش الجزائرية إثرى سقوطه شهيداً في اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تسمسيل غرب الجزائر وزارة الدفاع الجزائرية أشارت في بيان إلى أن مفارزاً من الجيش رصدت مجموعة إرهابية واشتبكت معها ما أدى إلى استشهاد النقيب تنه محمد في ميدان الشرف ومكنت العملية من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة فضلاً عن استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوذ وبندقية نصف آلية نوع سيميناب وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى